السلام عليكم معك سائد يونس مين فينا ما بحب لما يدخل على أي مكان أن يمتلك هذا المكان؟ شخصية، حضور، كريزما، قبول من الآخرين اليوم ننتكلم عن مجموعة من المفاتيح بالتحديد ست مفاتيح بإمكانك أنت تبدأ تطبقهم من الآن لكي تمتلك أي مكان تابعنا حتى النهاية وما تفوتك المفاتيح الذهبية للكريزما والحضور قبل ما نحكي عن النقاط الستة أو المفاتيح الستة في حلقة اليوم ضروري نوه لنقطة في غاية الأهمية وليش معظم الناس بيعانوا في مهاراتهم الاجتماعية؟ ليه لما يدخلوا على مكان ما بيمتلكوا هذا المكان؟ لأنه فيه أشياء بيعملوها بطريقة خاطئة فاللي بنا نعملوا إحنا نعرف ليه بيعملوها بطريقة خاطئة شو هي هاي الأشياء؟ وكيف إن عكستها وأملت أنت بطريقة صحيحة؟ رح تكون أنت عندك النتيجة عكسية تماماً فبدل ما مثل معظم الناس وما بيدخلوا متوترين ومتنرفزين والناس بيتجاهلوهم لا أنت بتفوت بأريحية يكون في أي مكان موجود فيه لك بصمة وحضور نقطة الأولى والمفتاح الأولى صديقي هو الابتسامة معظم الناس اللي بيدخلوا على أي مكان جديد وخصوصاً إذا فيه أشخاص غرباء بيكونوا متوترين ومتنرفزين هذا لا شعورياً ينعكس على الوجه وتعابير الوجه فبيكون مبين أنه مكشر ممكن هو مش مكشر ممكن هو مش قاصد أنه يظهر بهذه الطريقة ولكن الابتسامة إذا ما كانت موجودة هذا أول حاجز ما بينك وما بين الآخرين لا تقلل من أهمية وقوة الابتسامة الابتسامة شيء قوي جداً وخصوصاً عندما تدخل إلى أي مكان لو أنت عندك هذه المشكلة أنك أنت بتنرفز شوي أو ما بتكون منتبع على تعابير وجهك جميل جداً في البيت من اليوم ابدأ درب حالك أنك تبتسم بشكل جميل أمام المرأة عود نفسك قدر الإمكان تبتسم لما تتطلع على أشخاص آخرين لما تيجي عينك بعين أي شخص دائماً ردة الفعل الأولى تكون الابتسامة لأنه هي فعلاً مفتاح القلوب وأكيد يا صديقي ما بدك يفوتك الخصم المميز جداً اللي إحنا الآن عاملينه وتم تمديده أيام إضافية على موقع أكاديمية سائد يونس على مجموعة من دوراتنا التدريبية المميزة لو أنت من المهتمين في تطوير شخصيتك مهاراتك الكريزمة الثقة بالنفس في أن دورات رائعة جداً موجودة وعليها حالياً خصومات غير مسبوقة الرابط بتلاقيه في صندوق الوصف بإمكانك بعد مشاهدة هذه الحلقة تروح على الرابط اطلع على التفاصيل الموجودة ولو عجبتك أي واحدة من هذه الدورات المميزة توكل على الله وحياك الله معنا بالسعر المميز الموجود واللي رح يكون فقط متاح لفترة محدودة جداً جداً بعد ما تكمل الحلقة أكيد اذهب على الرابط في صندوق الوصف واطلع على المزيد من التفاصيل وما يفوتك هذا الأرض المميز والحصري من أكاديمية سائد يونس ويلا نتعلم رقم اثنين الناس لما يدخلوا إلى مكان جديد ما بيعرف فيها حدا أو مناسبة يكون شوي متوتر الابتسامة بتبدأ تختفي لاحظ الناس إيش بيعملوا بشكل متكرر أول شي بيعملوا لما هو يحتار بيطلع الجوال بحط يده في جيبته بيطلع ببليش بلكش في جواله فأنت إذا بدك تميز حالك اجتماعياً لازم تخلي جوالك في جيبك طوال فترة بقاءك في المكان الاجتماعي هو تحدي شوي ويمكن مش سهل أنه إحنا تعودنا مباشرة رح نطلع الجوال فصار نوع من منطقة الراحة والأمان نشعر بالأمان نعزل حالنا الناس بيبعدوا عننا احنا بنبعد عنهم ومورنا تمام لا هي مش تمام أنت جاي في مكان اجتماعي فأنت جاي تقابل الآخرين جاي تحكي معهم تتفاعل معهم فخلي جوالك في جيبك إذا بتخلي جوالك في جيبك صدق أو لا تصدق هذا بميزك عن أكثر من 95% من الناس اللي حيطلعوا جوالاتهم وبيزيد فرص أنك أنت تفتح حوارات ذات قيمة ومعنى وتتعرف على ناس جدد وتبني صدقات جميلة ورائعة رقم ثلاث وبرضه بنرجع على الأخطاء اللي بيعملوها معظم الناس معظم الناس ما بيعملوا تواصل بصري بشكل صحيح يعني ممكن أنا أنظر إلى شخص طلع عليه بعدين بزيحيني وبحكي معه أنا مش عم بتطلع بعيونه فقد يشعر بعدم التقدير أو عدم الاحترام عشان تميز حالك لا تقطع التواصل البصري حافظ على التواصل البصري أطول قدر ممكن من الوقت طبعا التواصل البصري هو دليل أنه أنا مهتم فيك وأنت بتتكلم وأنا بسمعك وبفهمك فأنت بتتكلم وأنا بتطلع عليك وبهز براسي دليل أني أنا متواصل معك وفاهم إيش تحكي ومتقبل ومهتم بك كشخص رقم أربعة صافح بحرارة وقوة بس أكيد لا تكسر إيد الشخص أو لا تعصرها طبعا الوضع الحالي العالمي ممكن قلت المصافحة لكن لازلت بعض الأحياء موجودة في بعض المواقف وممكن أنت تضطر أنك تصافح الأشخاص الآخرين وبعدين بتعقم إيدك يعني المهم لو صافحت شخص صافح كأنك تعني هذا الشيء صافح بقوة وبحرارة وخليها المصافحة تأخذ فترة هيك تشعر الشخص فعلا أنه أنت ترحب به وبتحيي وبسعيد أنك أنت عم بتقابله أو بتتعرف عليه ليه المصافحة مهمة بهذه الطريقة؟ لأن المصافحة ببساطة لما الأياد يتلامسه فهو كان الشخص يدخل في مجال طاقتك فإذا كانت طاقة باردة ومنخفضة وما فيها حرارة رح يكون انطباع سلبي اللي بيأخذه فلما أنت تكسر هذا الموضوع وتصافح بشكل صحيح طريقة فيها حرارة فيها ود فيها طاقة عالية وجميلة أكيد هذا رح يترك انطباع جميل لدى الأشخاص اللي أنت بتصافحهم فهذا بيساعدك أنك أنت تملك المكان ويكون حضورك أفضل وأجمل في أي مكان بتكون موجود فيه رقم خمسة استمع أكثر مما تتكلم طبعا هذا موضوع عكس المنطق المنطق بيقولك إذا أنا بدي أنا الإعجاب الآخرين لازم أحكي كثير أكيد لا فكر بالأشخاص اللي أنت بتعرفهم أصحاب الكريزمة شخص أنت في بالك مثلا هذا شخص معروف عنه أنه هو لما يكون في مكان ناس بيحبوا يكونوا جنبه بيحبوا يتعرفوا عليه صاحب كريزمة على أغلب معظم الناس اللي أنت بتعرفهم أصحاب الكريزمة مش ثرثارين ما بيتكلموا كثيرا حالهم الناس بيحبوا يكونوا جنبه مع أنه هو ما بيحكي كثيرا حاله الفكرة أن تعطي الطرف المقابل الاهتمام أن تعطي الطرف المقابل مجال أنه يعبر عن نفسه فلما أنت يا صديقي طاعة الطرف المقابل الانتباه والاهتمام وتسمع له الآن لما يجي دورك أنت تتكلم رح يكون هو منشد أكثر أنه يسمعك فأنت هيك بتبني مهارات التواصل أو بتبني جسور التواصل مع الآخرين بشكل أفضل أكيد الفكرة الاستماع لا تعني أنك أنت تظلك طول الوقت ساكت ولا أنك تظلك طول الوقت تتكلم بنا نعمل توازن ولكن خلي دائما عندك الاستماع أكثر من الكلام وفق تماما أنه الناس بصيروا هما متشوقين يسمعوك إيش حتحكي لما يشوفك فاهم وبيحس أنه أنت عندك هيك شخصية وكرزمة وعم تسمع ومعطي انتباه ومرتاح مع نفسك مبتسم بصير هو تلقائيا متشوق يستناك تحكي شان يسمع إيش لك تحكي وهنا بنيجي المفتاح رقم 6 من المفاتيح المجهولة بعض الشيء معظم الناس ما بينتبهولها ومعظم الناس ما بينتبهوا قديش هذا المفتاح مهم وبيعطي انطباع رائع جدا لدى الأشخاص الآخرين في أي موقف اجتماعي وارد أنه الشخص اللي بيتكلم تتم مقاطعته سواء منك أو من أشخاص آخرين حدا قاعد بيحكي حدا ثاني قاطعه أو أنت يجي تدخلت بدك تحكي فكرة معينة بدون ما ننتبه فأنت قاطعت شخص آخر عشان إحنا نملك المكان عشان ننال إعجاب ومحبة الآخرين بدنا نعطيهم التقدير ونعطي كل شخص ما يستحق إذا تمت مقاطعة شخص كون أنت المبادر بأنك تعطي المجال أن يتكلم من جديد يعني لو قاعدين إحنا مع شلة أصدقاء وشخص قاعد يتكلم وفي حدثان يدخل على الخط أو صار شي معين فتمت مقاطعته لأنه حيتكركب شوي ممكن يتوتر ممكن لو خجول أو مهاراته الاجتماعية مش بزيادة بطل يحكي فأنت هنا كيف بدك تيجي بقوتك الجميلة والكرزما الجميلة اللي عندك تعطي المجال لهذا الشخص تحكي لو فلان أنت كنت تتكلم عن شي معين أو كمل كمل أنت آخر شي كنت تحكيه كذا فلما تتعامل مع الناس من حولك بهذه الطريقة لما يحسوا أنه واو هذا كان بيسمعني وكان مهتم بكلامي ومش بس هيك بيعطيني الفرصة أني أتابع هذا فعلا رح يرفع أسهمك بشكل ما تتخيله لدى الأشخاص الآخرين فلاحظ إحنا هنا إيش المعملوا عكس اللي معظم الناس بيعملوه معظم الناس هو بده يقاطع الآخرين هو ينتظر فرصة ليتكلم معظم الناس بده يعبر عن نفسه لكن تعبيرك عن نفسك بهذه الطريقة بيخسرك نقاط اجتماعية كثيرة الآن إذا أنت كنت على العكس تماما مثل القادة والأشخاص العظماء اللي هو بيعطي الفرصة والمجال للناس من حولهم هم يعبروا عن أنفسهم يتكلموا تظهر شخصياتهم بصير الآخرين عندما تتكلم ينصتون وعندما تدخل يفرحون وعندما تكون في أي مكان تملك هذا المكان بإذن الله وهون سؤال إليك يا ترى من النقاط اللي ذكرناها شو أكثر نقطة عجبتك أو لفتة انتباهك وبتحب تبدأت تطبيقها من الآن أكتب ليها في التعليقات وطالما نتكلم عن موضوع الكاريزما الاجتماعية لو أنت مهتم فعلا تزيد هذه المهارة بشكل أكبر عندك في عنا فيديو رائع جدا هو فيديو كاريزما الشخصية المبهرة أعتقد هو الآن هذا الفيديو اللي لازم تحضره مباشرة بعد هذا الفيديو يظهر الآن أمامك على الشاشة اضغط عليه استمتع فيه ولا تنسى التطبيق وبشوفك هناك السلام عليكم سيد يونس